موسيقى الرئيس سيسي وجهه بمنح حافظ توريد إضافي لسعر أردب قمح المحلي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة واشنطن تهدد موسكو بالرد في حال استهداف أراضي تابع على حلف الناتو وتقول إن استخدام أسلحة ضمار شامل في أوكرانيا سيكون خطا أحمر وسط إدانات إقليمية ودولية واسعة العراق يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب هجوم أربيل أهلا بكم مشاهدين الكرام ونشر إخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري تحية لكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافظ توريد إضافي لسعر أردب قمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية الممكنة توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائي والزراعة وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمحة فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة هذا وقد شهد الاجتماع أيضا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السماكية وفي هذا السياق وجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مفرخات السماكية على أعلى مستوى وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السماكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر كما طلع رئيس السيسي على جهود تنمية الثروة الحيوانية خاصة من خلال المشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة وقد وجه رئيس السيسي في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان ومن ناحية أخرى وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعية مستقبل مصر بما يساهم في توفير الألاف من فرص العمل ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز أيضا من استراتيجية الدولة لزيارة نسبة الأراضي الزراعية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على موقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف امدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع كما تابع الرئيس السيسي تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة في محافظتي بني سويف والمينيا والتي سوف تمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على مكانة الكويت الخاصة في قلوب المصريين مشيرا إلى أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين راسخة وتاريخية جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح في إطار زياراته الرسمية للكويت من جانبه أكد ولي عهد الكويت على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين مشددا على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على كافة المستويات كما التقى أيضا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وخلال لقاء أكد رئيس مجلس النواب تطلع مجلس النواب لتعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي والتنسيق بين المجلسين في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي عن بالغ اعتزازي وتقديره بتلك الزيارة مشددا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الجذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك سلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اعتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصداء الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم أشار مدبولي إلى استعدادات إقامة معارض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير بشأن دعم العملية التعليمية في سيناء في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة وأشار مدبولي إلى أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر بل تسعى أيضا إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عنصر إجراميا شديد الخطورة ومصر عنصرين بنطاق 22 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 186 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، بورسعيد، ودقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 751 قطع السلاح ناري أبرزها 92 بندقية 76 بندقية ألية 44 مسدس 539 فرد محلي كمية من الطلقات مختلفة العيرة إضافة لـ 1292 قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469 968 حكماً خضائياً بإجمالية 33 896 محكوماً عليهم من بينهم 1742 حكم جنايا ومائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان حكم حبسة ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسلاسة حكم غرامة واربعة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة وزارة خلال إسبوع في ضبط أربعة عشر تشكيلاً عصابياً ضموا سبعة وخمسين متهماً قاموا بارتكاب أربعة وستين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض سبعة واربعين حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراح، حريق عمد، انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي ستة وستين متهماً كما تم إعادة تسع سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط ألف وثلاثمائة وثمان وعشرين قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها ألف واربعمائة وثمانية وستون متهماً وبحاوزتهم قرابة ثلاثمائة وخمسة واربعين كيلو جرام من مخدر الحشيشة وأكثر من ثلاثة عشر طن وستمائة وثمانية وستين كيلو من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة تسع وعشرين كيلو جرام إضافة إلى ما يقرب من ستة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكسة وعدد ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعين قرصة مؤثر وتسعة وتلاثين ألفاً ومئة وواحد قرصة رامضون مخدر وضبط ستة ملاكز لعلاج الإدمان هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مائتين واثنين وثلاثين مليون جنيها كما تم ضبط قضية غصد أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة عشرين مليون جنيها متحصلة من الإدقار غير المشروع بالمواد المخدرة وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفن إن حلف شمال الأطلسي سيفا يفعل المادة الخامسة وسوف يدفع بقوته الكامل الردي في حال أطلقت روسيا رصاصة على أرض تابعة للحلف وقال ساليفن إن استخدام روسيا لأسلحة ضمار شامل بأوكرانيا سيكون خط أحمر إضافياً تتجاوزه موسكو في التعدي على القانون الدولي لافتاً إلى أن واشنطن تتشاور مع الحلفاء وتتواصل مباشرةً مع روسيا لتحذرها من استخدام الأسلحة الكيموية وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن توسع روسيا في الهجمات لتشمل أهدافاً أوكرانية جديدة قرب حدود بولندا يعكس إحباطها المتزايد بشأن وطيرة عملياتها العسكرية كما حضر من عواقب أي تحركات من جانب الصين أو غيرها لتوفير شريان حياة لروسيا ومساعدتها في التهرب من العقوبات القربية هذا وقد حضر الأمين العام لحلف شمال الأطلطي يانس ستولتنبرغ من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يستعد لبدء تدريبات دفعية كبيرة في النرويج لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة وجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة بالقتال برا وبحرا وجوا هذا ويشارك في المناورات نحو 30 ألف عسكري ومائتي طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة قال الرئيس البولندي أندري دودا إن احتمالية استخدام روسيا للسلاح كيميوي في أوكرانيا قائمة كونها سوف تغير من المشهد ودع الرئيس البولندي حلف شمال الأطلنطي للاستعداد والتفكير بجدية في كيفية الرد وإمكانية التدخل بطريقة مباشرة في الأزمة الأوكرانية على سعيد آخر قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن نحو 125 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية من مناطق الصراع في أوكرانيا وأضاف زيلنسكي أن المهمة الرئيسية تتمثل في مدينة ماريوبول مشيرا إلى أن قافلة إمدادات إنسانية لا تبعد الآن سوى 80 كيلو مترا عن المدينة الساحلية التي يوجد فيها أكثر من 400 ألف شخص وحضر زيلنسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت السيطرة على العاصمة كيف كما أشار إلى أن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجوم الروسي على بلاده وأضعها بلاده موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجاه خاركيف في الشمال وماريوبول في الجنوب وأضافت الدفاع البريطاني أن قوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الارتفاف على ميكولاف وأودسا اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف مع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا ففي وقت أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن القوات الروسية تواصل تمركزها على مداخل العصمة كييف كما أطبقت حصارها على مدينة ماريوبول ألقت موسكو باللائمة على كييف واتهمتها بزرع ألغام في المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بما أعاق مسارات الممرات الأمنة والمساعدات حصار المدن الأوكرانية ألقى بظلال قاتم على خطة الدعم الإنساني حيث عرقلت قوافل المساعدات إلى حد كبير وأكدت منظمات إنسانية أن الوضع في ماريوبول صار مأساويا مع افتقار السكان للطعام إضافة إلى الحرمان من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات وإلى الجنوب الأوكرانية حيث لا تزال مدينة أودسا تستعد لهجوم القوات الروسية التي تركز هجومها حاليا على بعد نحو مائة كيلو متر إلى الشرق في مدينة ميكولايف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي صرح بأن نحو ألف وثلاثماء من جنوده قتلوا في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الهجوم ومن جهتها أعلنت روسيا مطلع الشهر الجاري أن أربعمائة وثمانية وتسعين من جنودها قتلوا هذا وقد ارتفع قتل المدنيين إلى نحو ستمائة بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة على الصعيد الدبلوماسي تتواصل الاجتماعات الأممية هذا الأسبوع في محاولة للوصول لحل للأزمة الأوكرانية أكد منصق الأمم المتحدة الخاص بالأزمة الأوكرانية أمين عوض أن المنظمة الدولية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية لتسليم المساعدات الضرورية للمحتاجين في أوكرانيا وقال المسؤول الأممية أن أكثر الاحتياجات الإنسانية الحاحة توجد بمدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا والتي ستكون واحدة من أصعب مناطق وصول قوافل المساعدات وكانت السلطات في ماريوبول قد أكدت في وقت سابق أن المدينة لا يوجد بها دواء أو تدفئة أو نظام مياه وقال عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا ليونيد سلوسكي قال إن الوفدين أحرزت تقدم مهما مشيرا إلى إمكانية التوصل قريبا إلى مشروعات اتفاقات وأوضح سلوسكي أن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات تشهد تقدما كبيرا مقارنة بالوضع الذي كانت عليه عند بدايتها مؤكدا أن هذا التقدم قد يتطور في الأيام المقبلة إلى موقف مشترك للوفدين وإلى وثائق جاهزة للتوقيع قال مجلس مدينة ماريو بول الأوكرانية قال إن 2187 من سكان المدينة قد قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وفي بيان له أكد مجلس ماريو بول تعرض المدينة لما لا يقل عن 22 وعشرين واقعات قصف إلى جانب إلقاء أكثر من مئة قنبلة بالساعات الأربعين وعشرين الماضية كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو على استعداد الاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي والتعاون ضمن إطار معاهدة ستارت ثلاثة وقال ريابكوف إن روسيا جاهزة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي لكن هذا يتوقف على واشنطن مضيفا أن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لم تعد كما كانت في ظل تغير الأوضاع قال وزير المالية الروسية أنطان سيلوانوف إن العقوبات جمدت نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية وقال سيلوانوف إن الغرب يمارس ضغوطا على الصين لحد من تجارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطات التي تحتفظ بها باليوان الصيني وأضاف وزير المالية الروسية أن بلاده سوف تفي بالتزامات المتعلقة بديون الحكومية وسوف تدفع بالروب لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطات الدولة خفضت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية مشيرة إلى أن هذه الشركات قد تتخلف عن سداد ديونها وكانت وكالة موريز قد خفضت تصنيفي جاز برام و لوك آيل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا امتدت إلى التجارة والاقتصاد خاصة مع فرض مزيد من العقوبات على موسكو وكالة فتش للتصنيف الاعتماني خفضت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدرت أن التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملا كما خفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غاز برام وشركة النفط لوك آيل وشركات للتعدين معتبرة أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول المعادية يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة وتعد الخطوة الروسية جزءا من حزمة إجراءات اتخذت الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ يناير الماضي وفي مطلع مارس أدراجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل التي تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية وشيك وكلما انخفضت تصنيف الاتمانية تراجعت ثقة المقرضين في الدولة وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ البلستية وأصفر عن بعض الخسائر المادية وجددت مصر في بيان الوزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخصيصة مؤكدة وقوفها تام بجانب العراق الشقيق ودعمه فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره هذا وقد اتفق كل من زعيم الطيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتفقا على تشكيل لجنة تقصي حقائق اللقوفي على أسباب الهجوم ودوافعه وقد ذكرت مصادر إعلامية محلية أن زعيم الطيار الصدري بحث خلال اتصال هاتفي انتلقاه من بارزاني الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل وأصفر عن إصابة شخصين أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو تعد على أمن الشعب مشددا على أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم وكان جهاز مكفحة الإرهاب بإقليم كردستان العراقي قد أعلن استهدف أربيل بـ 12 صاروخا بلستيا من خارج البلاد وذكر الجهاز في بيان انطلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية بالمدينة مضيفا أنه لا توجد خسائر بالأرواح ندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بالهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد قائلا أن واشنطن تعمل على مساعدة العراق في الحصول على قدرات دفاعية صاروخية للدفاع عن نفسها وخلال تصريحات صحفية أضاف ساليفان أنه لم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم ولم تستهدف أي مشاة أمريكية ولكن الولايات المتحدة سوف تفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها ومصالحها وأيضا خلفائها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها الصين تفرض الحجرة على 17 مليون شخص بسبب كورونا فرضت الصين الحجر المنزلي على سكان مدينة شنجن البالغ عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين وذلك لمواجهة تفشي الإصابات بمتحور أومايكرون وطلبت سلطات المدينة من السكان لزوم منازلهم بعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحضر فتح المطاعم بالأيام الأخيرة كما أغلقت السلطات المدارسة في شنجهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعملون نحو 19 مقطعة على احتواء بؤر تفشي المحلية للمتحورين أوميكرون ودلتا من الصين منشأ فيروس كورونا تقفز مجددا نسبة الإصابات لتسجل أعلى نسبة يومية منذ عامين وتحديدا منذ فبراير عام 2020 وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد أغلقت السلطات المدارسة في شنجهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل فيه نحو 19 مقطعة على احتواء بؤر تفشي المحلية للمتحورين أوميكرون ودلتا وبموجب القواعد الصارمة يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين كما تقوم السلطات بإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس وكانت الصين وبعد تفشي الفيروس بمدينة وهان في أواخر عام 2019 قد تبنت سياسة صفر كورونا وتحركت السلطات سريعا بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس وخلال العامين الماضيين تم القضاء على أي تفش للفيروس من خلال الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق لكن ومنذ اكتشاف المتحور أوميكرون لأول مرة في الصين في يناير الماضي يقول خبراء الصحة إن السلالة شديدة العدوى ستشكل ضغطا شديدا على البلاد نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية ومستلزمات الطبية بمختلف المستشفى الحكومية على مستوى الجمهورية واشددت وزارتاء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفى وزارة الصحة أو الجامعية وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن شهد عدد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي بمصر وممثلون عن مشروعات صحية قومية توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسعى الميثاق إلى توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على تنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى أكدت رئيسة المجلس قومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أن أساس أي تقدم في ملف المرأة في مصر هو الإرادة السياسية قوية المؤمنة بأهمية تمكين المرأة وحمايتها جاء ذلك خلال لقاء لها مع سيمة بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والهيئة وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والمنعقدة حاليا في نيويورك أعلنت هيئة الدواء المصرية استقبال وفد منظمة الصحة العالمية والذي يقوم بزيارة رسمية للهيئة هذا وقد أعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن طقة في الجهد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يضمنه تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة بحث وزير الدول الإنتاج الحربية محمد أحمد مرسي مع وفد شركة لاكت مارتن الأمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك وخلال اللقاء تم استعراض قدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي ومناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركة الأمريكية كما أكد الوزير خلال اللقاء الحرص على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة موسيقى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد من المشروعات بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان واخد شاملة المشروعات المنفذة مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة بنسبة تنفيذ تبلغ 90% كما تم إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى أبو سنبل حيث تم الانتهاء من العمل على مسافة 3 كم حتى الآن كما تم أيضا إنشاء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الحكمة بالإضافة إلى مجمع خدمات للمواطنيين بنسبة تنفيذ 80% وأيضا مجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 50% إلى جانب توزيع بطاطين على المستحقين بقرى وادي الصعيدة وعدد من قرى إدفو وفي محافظة قفر الشيخ أجريال كشف الطبي على 1360 مترددا على قفلة حياة كريمة بقرية الضياعة التابعة لمركز الرياض كما ضمت أيضا قفلة عشر عيادات وتم إجراء الأشع والتحاليل لـ 280 مترددا وصرف الأدوية من الصيدلية التي تضم 160 صنفا من العلاج يتم توقيع الكشف الطبي على المريض ويتم تلقي العلاج بالمجان معانا صيدلية فيها حوالي 160 نوع من أنواع الأدوية معانا معامل تحاليل موجود فيه حوالي 27 نوع من أنواع التحاليل كمان معانا فريق للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر كمان بالإضافة لكده معانا فريق يقوم بعمل الندوات التصقفية للمرضى المترددين على القفلة علشان يعمل لهم توعية كافية عن فيروس كورونا وعن أهمية تلقي اللقاح وعن الأمراض المعدية والأمراض الموجودة في الفترة الحالية انطلقت فعليات حفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفع الأولى من مبادرة كون سفيرا وأعلان خارطة طريق التحضير لمؤتمر المناخ كاف 27 وذلك بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهجرة وعدد من المحافظين وخلال كلمتها أكدت وزيرة الهجرة على أهمية مبادرة كون سفيرا كونها تستهدف إعداد كوادر وطنية شابة للمساهمة في التعريف بجهود الدولة في هذا الملف الهام وكذلك بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة من جانبها قالت وزيرة التخطيط أن الشباب المصري هم أفضل سفراء لتوعية المجتمع المصري برؤية مصر 2030 وهذا ما تسعى إليه مبادرة كون سفيرا والتي تخرج في دفعتها الأولى 700 شاب وفتا من مختلف محافظات الجمهورية عملنا طلب لقبول مجموعة من الشباب من خلال الموقع الإلكتروني بنستقبل شباب ما بين 18 إلى 35 عاما بنعمله برامج تدريبية جزء منها بيبقى إلكتروني ثم جزء منها بيبقى عملي ثم جزء بيبقى في مواقع العمل من خلال تقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع الحقيقة استغرق التدريب سنة دربنا في قرابة ألف شاب النهاردة بيتخرج 700 شاب وشابة طبعا إحنا النهاردة سعداء بالتخرج بتاع الدفع الأولى من رواد أو سفراء التنمية المستدامة بمجبود طبعا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد الحوكمة بنكمل المشوار ده وإحنا في طريقنا الكاب 27 بإحنا نضم المفهوم والبعد الخاص بالتغيرات المناخية إيه هو الإجراءات اللي ممكن الشباب يعملها إزاي يقدر أنه يساهم في ده المشروعات اللي يقدر ينفذها مبادرة كونسة فيرمب هي بترد على الاستعداد العالمي لمبادرة المناخ اللي حنعملها أو المؤتمر المناخ كوب 27 اللي حنصديفه في نوفمبر في شرم الشيخ السنة دي بإذن الله وهو الحقيقة ترجمة حقيقة اللي بتحاول تقوم دي منظمات الأمم والتحدة بمختلف مؤسساتها خلال السنين اللي فاتت منذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة وهي تحويل أهداف التنمية المستدامة الأممية لأهداف الشخصية يقدر كل شخص على مستوى وعلى قد ممارساته اليومية يكون عضو فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأن في الآخر الضرر اللي ممكن يحصل من الاستخدام الغير السيء للبيئة وللمناخ والكل 17 هدف من هدف التنمية المستدامة اللي بيتضر بصفة أصيلة وأساسية هو الإنسان برنامج كونسة فيران يعني بعد التخرج النهاردة إحنا يعني فرحنا كتير قد إيه فعلا تطبيق للكلام العملي للحاجات النظرية اللي إحنا درسناها في تطبيق أهداف التنمية المستدامة بدخولي المبادرة استفدت كتير قوي من تعميق أهداف التنمية المستدامة وإزاي نحن نقدر نراعي التنمية المستدامة في كل مجالات حياتنا ودي كانت حاجة أنا تعلمتها بشكل كبير قوي في البرنامج عقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اجتماعا مع كبار التجار لضبط الأسعار والإعداد والتجهيز لمعارض أهلا رمضان بالمحافظة وخلال الاجتماع طالب المحافظ بتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظة وعددها 28 جمعية استهلاكية مشيرا إلى اتخاذ بعض الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وجهت وزارة تضام الاجتماعي فريق تدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى تشير إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع جلاء بمدينة طنطة وفور تلقي الشكوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة وإدعيها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطة كما تم أيضا إدعو شاب بلا مأوى يعاني من مرض النفسين بمركز كفر الدوار بالبحيرة بمستشفى الأمراض النفسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية كما تم تسيم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بلا مأوى بإحدى قرى محافظة الدقاهلية إلى الأهل وأما في بور سعيد فقد تم تكليف فريق التدخل السريع ببحث ودراسة حالة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما وليس لديه عائل حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي وتم إدعوه بدار كبار بلا مأوى ببور سعيد توفيت الدكتورة أنيسة حسونة البرلمانية السابقة عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض وكان آخر ظهور للراحلة في احتفالية المرأة المصرية حيث كرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقديرا لدورها في العمل الخيري في إطار اهتمام الدولة بدوي الهمم تم تنظيم النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم والذي توج بها منتخب الدقة أهلية بعد فوزه على كفر الشيخ بنتيجة أربعة أهداف لهدفين يأتي ذلك في إطار مبادرة قادرون باختلاف لاكتشاف مواهب ومهارات دوي الهمم وصق لها اهتمام كبير توليه الدولة بمختلف مؤسساتها بأصحاب مبادرة قادرون باختلاف حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية لدعم إدماجهم في المجتمع من خلال توفير العديد من الأنشطة لاكتشاف المواهب وصق لمهارتهم المختلفة منتخب الدقة أهلية للصم توج بالنسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم بعد تغلبه على منتخب كفر الشيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح في المباراة النهائية التي استضفها نادي سينزو بالغردقة والحمد لله رب العالمين افتتاح المدينة الشبابية وإمكانيات الغردقة والتعاون والترابط بين الشباب خلانا دايما في الأحداث الرياضية وحضرتكم متابعين احنا كل يوم عندنا بطولة وكل يوم عندنا حدث والحمد لله رب العالمين من نجحات لنجحات وبشكر كل فريق العمل على مدير الشباب الرياض منتخب الدقاهلية كان قد وصل إلى دور النهائي بعد تغلبه على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح وتأهل منتخب كفر الشيخ للدور نفسه بعد تخطي منتخب أسيوت بهدف النظيف في مباراة نصف النهائي فيما حصد منتخب الإسكندرية المركز الثالث وأسيوت المركز الرابع النسخة الخامسة للبطولة شهدت مشاركة 16 محافظة ضم كل منتخب منها الكوادر الرياضية من أصحاب قادرون باختلاف في خطوة نحو تشجيعهم على إبراز قدرتهم ودمجهم في المجتمع كرسالة مهمة تبرز فتح الجمهورية الجديدة أبوابها لاستيعاب الجميع بكافة القدرات والاختلافات وأما الآن مشاهدين الكرام فهذا موعدنا مع أخبار المال والأعمال نعم الأخبار الاقتصادية مع رجائي رمزي إليك رجائي شكرا رغضا شكرا أميمة ومشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعوها وإياكم في هذه ضحفة الاقتصادية أهلا بكم أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح ما بين قمح روسي وروماني وأوكراني وأضافت الوزارة أن هذه الشحنات ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة لافتة لأنه تم بالفعل وصول شحنات قمح بكمية تصل إلى 126 ألف طن موزعة ما بين قمح فرنسي وروماني وأكدت الوزارة انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطية الاستراتيجية من القمح في مصر أكد وزير البترول طرق الملة أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا وأوضح الملة أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من الدول بما فيها مصر الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع رئيس هيئة البترولي ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبترو كيمويات ذلك لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترولي والغاز المصرية افتتحت وزيرة التعاون الدولي راني المشاط المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في كلمتها أكذت وزيرة التعاون الدولي أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته يأتي على رأس اهتمام الحكومة كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعا بقيمة تصل إلى 26.5 مليار دولار تتوزع في كافة قطاعات التنمية إلى أداء مؤشرات البرصة المصرية التي تباينت بنهاية التعاملات حيث تجهت تعاملات المستثمرين المصريين لأشراء فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيعي يسجل رأس المال السوقي مستوى يصل إلى 680 تقريبا مليار جنيه ذلك وسط تداولات بلغت نحو 14.2 مليار جنيه على صعيد المؤشرات مشاهدين صعد مؤشر EGX 30 بنسبة وصلت إلى 0.26 في المئة ليغلق عند مستوى 10.480 نقطة فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة وصلت إلى 1.35 في المئة ليغلق عند مستوى 1.842 نقطة فيما هبط أيضا مؤشر EGX 100 بنسبة وصلت إلى 1.12 في المئة ليغلق عند مستوى 2.783 نقطة نتحول مباشرة لأسواق العملات حيث تتبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 65 قرشة لأشراء مقابل 15.77 قرشة للبيع فيما يسجل اليورو 17 جنيه تقريبا لأشراء مقابل 17 جنيه 21 قرشة للبيع في حين يصل الجنيه الاستروليني إلى 20 جنيه 40 قرشة للشراء مقابل 20 جنيه 57 قرشة للبيع هذا فيما لا وصل بها العملات الأجنبية نتحول إلى العملات العربية مقابل جنيه المصرية درهم الإماراتي يسجل أربعة جنيه 26 قرشة لأشراء مقابل أربعة جنيه 30 قرشة للبيع فيما يسجل الريال السعودية أربعة جنيه 17 قرشة لأشراء مقابل أربعة جنيه 20 قرشة للبيع إلى أسواق المال الخليجية مشاهدين حيث غالب تراجع على أسواق الأسهم مع تراجع أسعار النفط في آخر تداولاتها عالميا ففي السعودية تراجع مؤشر سوق الرئيسية بنسبة بلغت فاصل تسعة من مئة في المئة كما هبط مؤشر البورصة البحرينية بنسبة بلغت واحد في المئة في حين هبط مؤشر سوق الكويت بنسبة بلغت فاصل ثلاثة وعشرين في المئة حضر البنك المركزي الأوروبي من أن تضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1 في المئة هذا العام وذلك في سيناريو يعتبر سيناريو قاس يسعى لاستعياب عواقب وضع متفاقم جراء الأزمة الأوكرانية ووفقا لوكلة بلومبرغ تفترض التوقعات أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية كذا ارتفاع أسعار الطاقة وجاء في التوقعات أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المئة مقارنة مع النمو يبلغ 3.7 في المئة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أوردت وكلة رويترز لألمباء أن أوكرانيا وهي منتج عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية حضرت تصدير الأسمدة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا كانت أوكرانيا قد حضرت بالفعل أو حضرت بالفعل تصدير بعض السلاع الزراعية قررت إصدار تراخيص لسلاع التصدير الرئيسية منها القمح والذورة هذا وتبدأ أوكرانيا تقليد العمل الحقلي بفصل الربيع في أواخر فبراير أو في مارس مشاهدين نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى الزملاء شكرا لك رجاء تحول اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي لا تزال ألحانه علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية تتجسد حكايات وذكريات عملاق الموسيقى في مصر والعالم العربي الراحل محمد عبد الوهاب في متحفها الذي ينقل زواره لزمل الطراب الأصيل على أوتار هذا العود وبقيادة هذه العصى تتجسد حكايات وذكريات لأحد عمالقة الموسيقى في مصر والعالم العربي إنه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي تميز بمقطعاته وأغانيه التي جعلت من مسيرته متحفا ينقلك لزمن الطراب الأصيل عبر هذه الصور التي تظهر علاقاته الفنية القوية بالشعراء والملوك بالإضافة لمقتنياته الشخصية وأدواته الفنية التي جعلت أعماله خالدة حتى اليوم المتحف يضم مجموعة مقتنيات نادرة للفنان محمد عبد الوهاب منها الفنية ومنها الشخصية الاستوانة البلتينية اللي حصل عليها كأول فنان عربي وثالث فنان على العالم لمبيعات مليون استوانة لأغنية الليل لما خلي بعض المتعلقات الشخصية لسعته ونضارته الربد شامبر بتاعه الجرفطات البدلة اللي سموك اللي مسل بها فيلم الوردة البيضة البدلة العسكرية الكرسي الهزاز اللي توفى عليه ثلاثة خمسة واحد وتسعين الساعة تنشر إلى سلاس دقائق توقف زمن الإبداع أما هنا وعلى هذا المسرح بمعهد الموسيقى العربية كان عبد الوهاب أول من صعد خشبة المسرح وغنى بصوته في افتتاح المعهد عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ليقدم المعهد لمسة وفاء واعتزاز بهذه القيمة الفنية الكبيرة عبر هذه القاعة التي تتيح لجمهور المتحف الاستماع لأجمل أغاني وألحان الموسيقار الراحل الذي حاز على جوائز وتكريمات محلية ودولية جسدتها جدران هذا المتحف أهم الإهداءات أو المقتنيات إهداء السيوف من الملك عبد العزيز السعود من الدهب الخالص الخناجر من السلطان قبوس هنلاقي مسجد الصخرة كبة الصخرة قاعة الاستماع دي عبارة عن 72 ساعة عن مقتنيات والحان وأفكار الموسيقى المحمد عبد الوهاب وبمناسبة ذكر ميلاده الذي يوافق الثالث عشر من مارس كل عام يفتح معهد الموسيقى العربية أبوابه بالمجال لعشاق عبد الوهاب من مصر وخارجها حرصا منهم على معايشة حياة الموسيقار الشخصية والفنية هنا متحف بصراحة يعني يقدر تقول أنه الليء بالموسيقار محمد عبد الوهاب النهاردة أنا جاي المتحف مخصوص علشان أشوف كل الألات اللي كان بيستعملها وبيستخدمها حاسس أننا النهاردة واقف قدامه للأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب أستاذ عم محمد عبد الوهاب أعطى كثير لمصر وأعطى كثير لموسيقى العربية ونحن نتعلم كل يوم من نوتات الموسيقية متاعه ومن عنده درجة خيال واسعة بالتلحين رحل عبد الوهاب بقسده لكنه ترك إرثا فنيا خلد اسمه في سجلات مبدعين فصدق حين قال أعطي فنك كل شيء تأخذ منه كل شيء مكانة تاريخية كبيرة لهذا المتحف الذي استطاع أن يجسد تاريخا يحكي فيه ذكريات فنية ومقتنيات شخصية لفنان أخلص لفنه فطور من موسيقته واصطر اسمه في وجدان الشعوب ليظل محفورا في قلوب محبيه الذين لقبوه بموسيقار الأجيال عبد الوهاب محمود كميل التلفزيون المصري مشاهدين الكرام كانت هذه هي جولة السادسة والآن إلى العنوين الرئيس السيسي يواجهه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة واشنطن تهدد موسكو بالرد في حال استهداف أراد انتابع لحلف النيتو وتقول إن استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا سيكون خطا أحمر وسط إدانات إقليمية ودولية واسعة العراق يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب هجوم أربيد نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري شكرا لكم وفي أمان الله إلى اللقاء شكرا لكم وفي أمان الله لكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر شكرا